اتهم فريق خبراء للأمم المتحدة جماعة الحوثي باستهداف أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في مطار عدن نقلت أيضا وكالة رويترز عن ديبلوماسيين مطلعين قولهم إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة والمشرفة على العقوبات المتعلقة باليمن لكن روسيا منعت نشر هذا التقرير يذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية إلى مطار عدن في 30 من ديسمبر الماضي تعرض مطار عدن لهجومات بالصواريخ ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتل وجرح وذلك مباشرة بعد وصول طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة فما هي التفاصيل المزيد في التقرير التالي بعد أن أدى وزراء الحكومة اليمنية الجديدة اليمينة الدستورية في الرياض أمام رئيس الدولة عبد الرب منصور هادي حطت طائرتهم في 30 من ديسمبر في مطار عدن تمهيدا لمباشرتهم مهامهم الجديدة وبعد دقائق من نزول الطائرة تعرض مطار عدن وخصوصا صالة الاستقبال لهجوم بالصواريخ تزامن مع إطلاق نار كثيف ما تسبب في سقوط العشرات بين قتل وجرح وبعد نقل الوزراء إلى قصر معاشيق في عدن توالت الأنباء عن دوي انفجار بالقرب من القصر تلاه إعلان من التحالف العربي باعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف القصر وفي ردود الفعل حمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم في حين قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم على مطار عدن للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الرياض عبر الأقمار الصناعية السيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أهلا بك معنا في ألوان الشرق لليوم ماذا يمكننا أن نقرأ في تدعيات هذا التقرير الأممي بداية هل برأيك هناك توجه أو تحرك جديد ممكن أن نشهده يدين الحوثيين أو هو تقرير كأي تقرير يدينه يستنكر فقط نعم كانت الحوثية تريد أن ترتكب هذه الجريمة لإحداث حالة من الفوضى في عدم بالذات وأيضا من خلال ضربة من هذا النوع لو نجحت كانت ستحدث صدمة كبيرة ووجدنا أن الحوثية قامت بهذه العملية ثم تنصلت منها اليوم تقرير الخبرة يوضح وبشكل لا لبس فيه أن الحوثية كانت وراء هذه العملية وبالتالي نرى أن الحوثية تشتغل يعني ليس أعمال عسكرية ولا حتى أعمال ميليشاوية بل تشتغل كعصابة من خلال هذه الأعمال التي تنفذها ثم تتنصل منها وكان الهدف هو خلق صراع بين التكوينات المناهضة لها لكنها فشلت ما يهم في الأمر هو هل بالإمكان يعني محاسبة الحوثية أنا أعتقد أنه ما جرى في أروقة مجلس الأمن من محاولة إخفاء يعني هذا التقرير وعدم مناقشته وتأجيله خوفا من يعني من إفشال المسارات باتجاه الحل السياسي ونجد أن الحوثية هي من تسير في إفشال هذا الحل من خلال هجومها على مارب الحوثية من خلال هذه العملية وما تقوم به فيما يخص نازحي مارب هي تقوم على أن من يعارضها ليسوا إلا أخونا وشياطين وكفار وبالتالي مسألة تنفيذ عمليات ضد عسكريين أو مدنيين أو مسؤولين لا علاقة لهم بالأعمال العسكرية أنا أعتقد أن هذا مخالف للقانون والقوانين والأعراف الدولية وبالتالي أنا أعتقد أن هذا القرار سيذهب كبقية القرارات أدراج الرياح ولن يكون عامل ضغط ضد الحوثية كما هو مفترض سيد نجيب مع صدور هذا التقرير برأيك هل الأجواء الآن مناسبة لعودة الحكومة عودة الحكومة اليمنية لممارسة مهامها كاملة من عدن هل الأجواء الآن مناسبة؟ الحكومة تعمل بكامل طاقمها من داخل عدن وتنفذ برنامجها صحيح هناك بعض المعوقات لكن ليست هذه المعوقات بسبب الضغوط الحوثية بل بسبب بعض الظروف الاقتصادية ونتيجة بعض التناقضات الداخلية لكن يتم تجاوزها واتفاق الرياض صحيح أن هناك تباطئ في مسيرة التنفيذة لكن الجميع يسير باتجاه تنفيذة باعتبار أن هذه إحدى المسارات الأساسية للوصول للحل السياسي الشامل وبالتالي كل سياسات الحوثية فيما يخص ضغوطها العسكرية نعتقد أنها ستفشل ولن تتمكن من إعاقة أعمال الحكومة في المناطق المحررة ما يهم أن الحوثية تسير بأعاقة المبادرة السعودية من خلال محاولة دخولها مارب وإنتاج أكبر كارثة إنسانية ممكن أن تحدث وهذا سيعظم المأساة الإنسانية في اليمن سيد نجيب إذا ما تحدثنا عن الأطراف التي ستتعاطى مع هذا التقرير الأممي إدارة بايدن كانت رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب هل برأيك ستتغير الحسابات سيما حسابات واشنطن مع صدور هذا التقرير؟ هناك ضغوط من بعض النواب على وزير الخارجية وليس ضغوط بل محاولة مراجعة ما حدث والسير باتجاه ما قررته إدارة ترامب بالذات إن إدارة ترامب تبنت مسألة تصنيف الحوثية بناء على تقارير عدد من الجهزة الاستخباراتية الأمريكية وضمن تقارير كاملة أنتجتها بيروقراطية الوزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية المهتمة بمسألة مكافحة الإرهاب في أمريكا وبالتالي رفعه كان لمسألة إنسانية لكن وجدنا أن هذا الرفع لم يؤثر كثيرا على المسألة الإنسانية بل تفاقمة المسألة الإنسانية والوضع واضح داخل مارب أيضا أنا أعتقد أن هذا التقرير ربما يكون إحدى عوامل الدفع باتجاه إعادة تقييم قرارات إدارة ترامب وأيضا ما يحدث في مارب هل ستكون إدارة ترامب أكثر تسير باتجاه الضغط أم ستسير باتجاه التراخي لتوظيف هذا الملف ضمن مسارات لا ندري ما هي الحاكمة لاستراتيجية هذه الإدارة التقرير الأممي يتزامن مع جهود دولية لإنهاء الحرب في اليمن هل الحلول الدبلوماسية والحوار ما زال الخيار الأنسب أو التوجه للحلول العسكرية هو الحال لإنهاء الحرب في اليمن برأيك بالنسبة للتحالف والشرعية والمجتمع الدولي جميعهم يسيروا باتجاه تفعيل الأداة الدبلوماسية وصولا إلى حل سياسي جامع يحمي الدولة الضامنة ويبني شراكة لليمنيين ويتجاوز هذه المأساها الإنسانية لكن حقيقة لا يوجد ضغوط حقيقية اليوم على الحوثية بل أن الحوثية تصعد في كافة الجوانب تصعد في مارب تصعد في الحديدة تصعد باتجاه المملكة العربية السعودية تمارس انتهاكات متعددة وتفرض قبضة حديدية أكثر من أي فترة على صنع والمناطق تحس سيطرتها بل أنها تدعو إلى التجنيد الإجباري في الفترة القادمة كل هذه المؤشرات تقول أن الحوثية تسير باتجاه إعاقة هذه المبادرة والحل والمشكلة في طبيعة وتركيبة الحركة الحوثية وهي تركيبة معقدة ضطابع عصول متطرف لا ينتج إلا الحرب ولن تكون الحوثية قادرة على بنى أنظام سياسي ولا أن تكون شريك لليمنيين بل هي بنية حربية ووظيفة إيرانية لنشر الفوضى والتخريب والإرهاب أشكرك جزيلا شكر كنت معنا مباشرة من الرياض عبر الأقمار الصناعية السيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية شكرا جزيلا لك